مواضيع السورة المباركة وهذه السورة المباركة هي سورة الحلال والحرام كما يسميها بعض أهل العلم ومحاورها التي ركزت عليها هي أولا الطعام والشراب والصيد والذبائح وذلك في الآية الأولى والآية الثالثة والآية الرابعة والآية السابعة والثمانين والآية الثامنة والثمانين والآية السادسة والتسعين ثانيا الأسرة والزواج وذلك في الآية الخامسة ثالثا الأيمان والكفارات وذلك في الآية التاسعة والثمانين رابعا العبادات وذلك في الآية السادسة والآية الثامنة والخمسين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين خامسا الحكم والقضاء والشهادات وذلك في الآية الثامنة والآية الثالثة والثلاثين والآية الرابعة والثلاثين والآية الثامنة والثلاثين والآية الثانية والأربعين والآية الخمسين والآية المائة وستة والمائة وسبعة والمائة وثمانية سادسا تنظيم علاقة المسلمين بأصحاب الأديان الأخرى وهم أهل الكتاب وذلك في الآية الخامسة والآية الواحدة والخمسين والسابعة والخمسين سابعا وقد تميزت هذه الصورة المباركة بأنها جمعت مقاصد الشريعة الخمسة بأوضوح لترشدنا أن شرع الله هو الذي يضمن مصلحة البشرية في الدنيا والآخرة وإليكم التفصيل أولاها حفظ الدين وذلك في الآية الرابعة والخمسين وهو حماية الدين ولو بالقتال ثانيها حفظ النفس وذلك في الآية الثانية والثلاثين وهو تحريم الاعتداء على النفس المصونة ثالثها حفظ العقل وذلك في الآية التسعين لأن الغاية من تحريم الخمر هو حفظ العقل رابعها حفظ العرض وذلك في الآية الخامسة وهو تحريم العلاقة بين الجنسين قبل الزواج خامسها حفظ المال وذلك في الآية الثامنة والثلاثين وهو تشريع الحدود لترهيب وزجر المعتدين على أموال الناس فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا أول سورة في القرآن الكريم بدأت بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وقد كلر فيها هذا النداء ستة عشر مرة من مجموع ثمانية وثمانين نداء في القرآن كله وذلك لما تضمنته من أحكام هامة ومحورية ثانيا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ابن أبي حاتم ثالثا لما كان الطعام من ضروريات الحياة فقد بدأ الله عز وجل أول عقد بتوضيح الحلال والحرام منه فما ظنك أيها القارئ بباقي شؤون الحياة ألا يجب علينا أن نراعي فيها الحلال والحرام أيضا رابعا أهم ما في هذه الصورة بل وفي جميع صور القرآن الحكم والتشريع لله وحده ليس لأحد من البشر مهما كان علمه أو مكانته أن يخالف حكم الله أو يشرع معه عياذا بالله خامسا إذا تأملنا من أول صورة البقرة إلى المائدة وجدنا التدرج في الخطاب مع الأديان الأخرى فصورة البقرة بيان لأخطاء أهل الكتاب مع الدعوة إلى التمييز عنهم وسورة آل عمران مناقشة أهل الكتاب ومحاورتهم بلطف مع إيجاد نقاط مشتركة وسورة النساء انتقاد غلو أهل الكتاب واختلافهم في عقيدتهم وسورة المائدة مواجهة شديدة في إظهار الحق لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم سادسا قال ابن عقيل يا من يجد في قلبه قسوة احذر أن تكون نقط عهدا فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية سابعا قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض تأمل حكمة الله في إرسال الغراب فاسم الغراب يوحي بغربة القاتل من أخيه وغربته من رحمة الله وغربته من أهله وقال آخرون الغراب أحد الفواسق الخمسة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم كما في الحديث الذي رواه البخاري وفعل ابن آدم القتل من أعظم الفسق فناسب ما بعث إليه هذا الفعل السورة مكية أول سورة مكية مطولة عدد آياتها مئة وخمسة وستون آية أسماء السورة المباركة الأنعام الحجة مناسبة التسمية سميت بالأنعام لما كانت الأنعام عند العربي مصدر أكلهم وشربهم وسائر دروب رزقهم ومواصلاتهم وثرواتهم تبوأت عندهم مكانة كبيرة لأنها عصب حياتهم ولم يكونوا مستعدين أن يدخلوها ضمن مضمار العبودية لأنهم يرون أن حرية التصرف في الأموال لا تتعارض مع العبادة ولهذا جاءت تسمية هذه السورة بهذا الرمز الأنعام لتكون توجيها عاما لكل من خالف عمله اعتقاده سميت بالحجة لكثرة الدلائل والبراهين على وحدانية الله وإقامة الحجة على المشركين والمنكرين مما جاء في فضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الطوال فهو حبر رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة والسبع الطوال هن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة المباركة باستنكار على المشركين كيف يعدلون أي كيف يميلون لعبادة غير الله سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وختمت بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لاستنكار هذه المفارقة العجيبة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أي كيف أعبد غير الله وهو رب كل شيء السماوات والأرض والكون كله وفي ذلك تأكيد على وحدانية الله تعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له المحور الرئيسي للسورة توحيد الله وعدم الإشراك به اعتقادا وعملا مواضيع السورة المباركة وقد جاءت هذه السورة المباركة تخاطب ثلاثة أصناف من البشر الأول الملحدين والماديين منكر وجود الله الثاني عباد الأصنام الثالث المؤمنين بالله اعتقادا لكنهم لم يطبكوه سلوكا وعملا وكل هذا للتأكيد على أن التوحيد متكامل في الاعتقاد والتطبيق وقد دارت السورة المباركة حول أصول الدعوة الألوهية الوحي والرسالة البعث والجزاء مثل باقي الصور المكية إلا أنها جمعت بين أسلوبين فريدين في تقرير هذه الأصول وهما أولا أسلوب التقرير ثانيا أسلوب التلقين أسلوب التقرير يعرض الأدلة على وجود الله من طريق النظر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات وقدرة الله المطلقة وتصرفه في الكون وقد استخدم في هذا الأسلوب لفظ هو ليشعر القارئ أو المستمع عظمة الخالق وقدرته وكأن الآيات ماثلة أمامه يراها بعينه وقد تكرر لفظ هو ثمانية وعشرين مرة مثال ذلك هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وذلك في الآيات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والتاسعة والخمسين والآية الستين والواحدة والستين والثانية والستين والخامسة والستين والسادسة والستين والثالثة والسبعين والسبعة والتسعين والثامنة والتسعين والمائة وواحد والمائة واثنين والمائة وثلاثة والمائة وستة والمائة وأربعة عشر والمائة وخمسة 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 عشر والمائة وخ والمئة وسبعة عشر والمئة والسابعة والعشرين والمئة والحادية والاربعين والمئة والاربعة والستين والمئة والخامسة والستين أما أسلوب التلقين فهو لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تلقين الحجة ليقذف بها في وجه الخصم وبما أنها من عند الله فلا يستطيع الخصم التخلص أو التفلت منها وقد استخدم هذا الأسلوب لفظ قل وقد جاء مكررا اثنتين وأربعين مرة قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وذلك في الآيات السابعة والثلاثين والآية الأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين والآية الخمسين والرابعة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين والثامنة والخمسين والثالثة والستين والرابعة والستين والخامسة والستين والآية السادسة والستين والآية الحادية والسبعين والآية التسعين والآية الحادية والتسعين والآية المئة وستة والآية المئة وخمسة وثلاثين والآية المئة وثلاثة وأربعين والآية المئة واربعين والآية المئة وخمسة وأربعين والآية المئة وسبعة وأربعين والآية المئة وثمانية وأربعين والآية المئة وتسعة وأربعين والآية المئة والخمسين والآية المئة والحادية والخمسين والآية المئة وثمانية وخمسين والآية المائة وواحد وستين والمائة واثنين وستين والآية المائة وأربعة وستين وقد عرضت الصورة المباركة نموذجا رائعا في محاجة المشركين وإقامة الحجة والبراهين متمثلا في قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام مع قومه وذلك في الآية الرابعة والسبعين والآية الثالثة والثمانين وذكرت الصورة الآية الفاصلة التي تدل على أن آيات الله في كونه ترى ولكن إذا عميت القلوب فلن تراها العين وسيجحد ويكفر بها القلب وذلك في الآية المائة وأربعة وجاء في أواخر الصورة المباركة عشر وصايا من الآيات المحكمات في القرآن تمثل منهجا عاما من التزمه وطبقه كان من المفلحين وذلك في الآية المائة وواحل وخمسين والمائة واثنين وخمسين والمائة وثلاثة وخمسين وآخر ما ذكرت الصورة المباركة قيمة الإنسان عند ربه وأنه خلق لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي عمارة الكون بمنهج الله وكأن الرسالة من الله تقول وحدوا ربكم يملككم الأرض ويجعلكم خلائف وذلك في الآية المائة وخمسة وستين فوائد ولطائف حول الصورة المباركة أولا النوم بالليل والعمل والسعي بالنهار هو الفطرة وهو الهدي الأكمل والأصلح للإنسان وذلك في الآية السادسة والتسعين ثانيا من حقق التوحيد الكامل الخالص لله تعالى أمنه الله في الدنيا والآخرة وذلك في الآية الثانية والثمانين ثالثا الكثرة لم تكن أبدا دليلا على الحق وذلك في الآية المائة وستة عشر وقال بعض السلف عليك بسبيل الهدى ولا تستوحش قلة السالكين وإياك وطريق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين رابعا يصح الإيمان وتقبل التوبة من العباد ما لم تظهر علامات الساعة الكبرى فإذا ظهرت أغلق باب التوبة فلا تقبل من أحد وأغلق باب الإيمان فلا يقبل من أحد قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ هذه الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون خامسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلاقوا له تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون سورة الأعراف السورة مكية عدد آياتها مئتين وستة أسماء السورة المباركة الأعراف الميقات الميثاق مناسبة التسمية سميت بالأعراف لأن الله ذكر أهل الجنة وأهل النار ثم ذكر بينهما الأعراف وهو سور مرتفع عليه طائفة من الناس لم يحسنوا تحديد موقفهم في الدنيا فأوقفهم الله عليه سنين لا يعرفون مصيرهم فجاءت تسمية السورة موافقة لموضوعها ومحورها سميت بالميقات لذكر ميقات موسى عليه السلام ولما جاء موسى لميقاتنا سميت بالميثاق لذكر الميثاق الذي أخذه الله على البشر وإذ أخذ ربك من بني آدم مما جاء في فضلها قال صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الطوال فهو حبر رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة والسبع الطوال هن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بإظهار العلة من إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ذكرى للمؤمنين ودفعت الحرج ونفته عنه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وختمت أيضا بإظهار العلة من إنزال الكتاب وأنه هدى ورحمة للمؤمنين وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وذلك ليتمسك المؤمن بهذا الكتاب ليعصمه الله به في المعركة بين الحق والباطل ويأخذ بناصيته للنجاة والأمان في الدنيا والآخرة المحور الرئيسي للصورة تحديد الموقف من الصراع بين الحق والباطل نزلت هذه الصورة المباركة في وقت الجهر بالدعوة ومرحلة شديدة الخطورة لأنها ستكون مواجهات عنيفة وقد يخجل البعض وقد يخاف البعض الآخر من الأذاء فأنزلت هذه الصورة بمحاورها وتسلسلها الرائع كما سيأتي مواضيع الصورة المباركة أولا الصراع بين آدم عليه السلام وبين إبليس منذ بدء الخليقة ثانيا حوار بين أهل الجنة وأهل النار لبيان أن هذه هي نتيجة الصراع ثالثا عرض أحوال الأمم السابقة في هذا الصراع متمثلا في قصة كل نبي مع قومه رابعا التركيز في نهاية قصص الأنبياء مع قومهم على الفصل بين المؤمنين الذين نجاهم الله وبين الكافرين الذين أهلكهم الله مع عدم ذكر الطائفة السلبية المتفرجة خامسا خامسا بيان أسباب الهلاك للأمم السابقة وعلى رأسها الفساد والاستكبار سادسا بيان أسلحة إبليس في المعركة ومن أهمها العري سابعا بيان فساد بني إسرائيل في معركة الحق والباطل وكيف كانوا مترددين غير حاسمين لموقفهم مع وجود نبي الله موسى عليه السلام بينهم وظهور المعجزات ثامنا تردد بني إسرائيل إنما كان لتردد العقيدة في قلوبهم وعدم ثباتها تاسعا بيان نموذج للثبات وعدم التردد متمثلا في سحرة فرعون لما آمنوا عاشرا عرضوا نموذج آخر في الصورة لثلاث فرق من بني إسرائيل متمثلا في قصة أصحاب السبت لنأخذ العظة والعبرة منه فرقة إيجابية مؤمنة أطاعت أمر الله وقامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقة عاصية فاسقة تجرأت على حدود الله وعصت أمره وفرقة سلبية مترددة أطاعت أمر الله فقط في اجتناب نهيه لكنها لم تقم بواجب الإصلاح النتيجة حكى الله عز وجل عن نجاة الفرقة المؤمنة التي قامت بواجب الإصلاح وعن هلاك وعذاب الفرقة العاصية الفاسقة لكنه سبحانه لم يذكر لنا عما فعله بالفرقة السلبية حادي عشر ذكر الميثاق الذي أخذه ربنا على البشر جميعا قبل أن يخلقهم وحذر من الغفلة في ثلاث مواضع من السورة في الآية المائة واثنتين وسبعين والمائة وتسعة وسبعين والآية المائتين وخمسة فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا كثرة ذكر نبي الله موسى عليه السلام في السورة وفي القرآن لأن بني إسرائيل كانوا مختلفين عبر الأجيال في الأخلاق والسلوك فالعبر والعظات من أحوالهم تنفع المسلم في صراعه مع الباطل وتنفعه في طريقه إلى الله ثانيا لا ينبغي لأي مسلم السكوت على المنكر وإن غلب على ظنه أن أصحابه لا ينتهون عن فعله وذلك إبراء للذمة وإعذارا إلى الله وذلك في الآية المائة والرابعة والستين ثالثا بدأ السحرة حزمهم وحسمهم لموقفهم بسجدة وانتهت السورة المباركة بسجدة لنذكر بها سجدة السحرة وعدم خوفهم من الظلم والجبروت ولنذكر خضوعهم لله سبحانه رابعا من لم يدعو الله تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم الله أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين والتضرع هو الذل والانكسار والخفية أن تخفي دعاءك عن مسامع الآخرين خامسا قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب جاءت لفظة سكت ولم تأتي لفظة سكن كأن الغضب سلطان يأمر وينهى فنسأل الله أن يرزقنا الحلم والحكمة فنسأل الله أن يرزقنا الحلم والحكمة سورة الأنفال السورة مدنية عدد آياتها خمسة وسبعون آية أسماء السورة المباركة الأنفال بدر القتال الفرقان مناسبة التسمية الأنفال هي الغنائم وهي مكاسب الحرب التي أحرزها المسلمون في هذه الغزوة المباركة وفي ذلك إشارة أن من قدم شيئا لله تعالى فهو فائز لا محالة ومكسبه مضمون في الدنيا والآخرة طالما أخلص لله وقدم لله سميت ببدر لأنها تتحدث عن غزوة بدر الكبرى سميت بالقتال لأنها تتحدث عن أول قتال في الإسلام سميت بالفرقان لأن الله تعالى سمى يوم القتال بيوم الفرقان مما جاء في فضلها السورة المباركة تتحدث عن أفضل غزوة في الإسلام وأفضل العباد من شهدها سواء من البشر أو الملائكة قال صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاري جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة المباركة بذكر مكاسب غزوة بدر من الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وختمت السورة أيضا بذكر مكسب من مكاسب الغزوة وهو الأسراء يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وبدأت بذكر القتال وختمت بذكر القتال أيضا وذلك لأن السورة تتحدث عن الجهاد في سبيل الله وبعض أحكامه المحور الرئيسي للسورة قوانين النصر إيمانية ومادية مواضيع السورة المباركة أولا التحذير من الفرار من المعركة وعند اللقاء وذلك في الآية الخامسة عشر ثانيا الأمر بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في الآية العشرين ثالثا بيان أن حياة القلب والسعادة في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في الآية الرابعة والعشرين رابعا التحذير من إفشاء سر الأمة لأنه خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في الآية السابعة والعشرين خامسا بيان ثمرة التقوى وذلك في الآية التاسعة والعشرين سادسا بيان أسباب النصر وذلك في الآية الخامسة والأربعين والآية السادسة والأربعين والآية السابعة والأربعين ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا وحدة الأمة وتأليف القلوب لا يشترى ولو بما في الأرض كلها وإنما هو نعمة وفضل من الله وذلك في الآية الثالثة والستين ثانيا لما ذكر الله تعالى مكر الكفار قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لأن المكر ليس بصفة سيئة كما يظن البعض وإنما معناه الكيد للعدو لكن لما ذكر سبحانه خيانة الكفار قال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم لأن الخيانة صفة ذميمة لا تليق به سبحانه فلم يقل فخانهم الله ثالثا بدأت الصورة الكريمة بسؤال الصحابة عن الأنفال ولما كانت الأنفال من الدنيا عاتبهم الله في اختلافهم فيها وأرشدهم إلى تقواه سبحانه وأن لا يختلفوا بسبب الدنيا سورة التوبة السورة مدنية عدد آياتها 129 آية أسماء السورة المباركة التوبة براءة المقشكشة الفاضحة المبعثرة البحوث المدمدمة مناسبة التسمية التوبة لكثرة ما ذكر فيها من الدعوة إلى التوبة والأمر بها والحض عليها وأن التوبة أحب إلى الله سبحانه من تعذيب عباده سميت ببراءة لأنها بدأت بالبراءة من المشركين سميت بالمقشكشة وهي المخلصة لأنها تخلص صاحبها من النفاق والشرك سميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين سميت بالمبعثرة لأنها بعثرت مساوئهم سميت بالبحوث لأنها بحثت في قلوب المنافقين والمشركين وأخرجت ما فيها سميت بالمدمدمة أي المهلكة لأنها كانت سببا في هلاك المشركين مما جاء في فضلها قال صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الطوال فهو حبر رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة والسبع الطوال هن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بالبراءة من المشركين وبقتال الذين تولوا منهم واستحقوا القتال قال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وختمت بالإعراض عن المشركين الذين تولوا ولم يستحقوا القتال والاستعانة عليهم بالله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وذلك لبيان عدل الإسلام في التعامل مع المشركين المحور الرئيسي للسورة البراءة من المشركين وفتح باب التوبة للجميع مواضيع السورة المباركة أولا العلاقة بين المسلمين والمشركين وذلك في ترتيب وسياق رائع التبرؤ منهم قلبيا ومما يعتقدون وذلك في الآية الأولى وفاء العهود التي بيننا وبينهم وذلك في الآية الرابعة والآية السابعة دعوتهم إلى الحق واستغلال وتحيون الفرص لذلك وذلك في الآية السادسة كتال المعاندين منهم الذين يصدون عن سبيل الله وذلك في الآية الثانية عشر والرابعة عشر إعطاء الأمان لمن طلبه منهم وذلك في الآية السادسة ترك قتال من خضع للمسلمين وإن لم يؤمن والكف عنهم وذلك في الآية التاسعة والعشرين والآية المائة وتسعة وعشرين ثانيا أهمية الجهاد في سبيل الله والترغيب فيه والترهيب من التثاقل عنه وذلك في الآية الثامنة والثلاثين والآية التاسعة والثلاثين ثالثا جرم النفاق والمنافقين وفضح صفاتهم ودسائسهم رابعا بيان مصارف الزكاة وهي أحد أعمدة الجهاد وذلك في الآية الستين خامسا البيعة مع الله تعالى لتحقيق مقصد الخلافة وإعلاء دينه سبحانه وذلك في الآية المائة وإحدى عشر لطائف وفوائد حول السورة المباركة أولا جاءت هذه السورة المباركة في ترتيب المصحف بعد الأنفال وذلك في غزوة بدر مع أن وقت نزولها بعد غزوة تبوك وذلك ليتأمل القارئ الفرق بين الغزوتين وأسباب النصر فيها ثانيا بالرغم من أن السورة مليئة بالتهديد والوعيد الشديد للكفار والمنافقين إلا أنها فتحت باب التوبة لهم ثالثا وردت لفظة التوبة ومشتقاتها سبعة عشر مرة لتكون بذلك أكثر سورة في القرآن تضمنت هذه اللفظة للدلالة على سعة رحمة الله بعباده رابعا فتحت السورة المباركة باب التوبة للجميع من خلال آيتها توبة المشركين المحاربين وذلك في الآية الخامسة والآية العاشرة والآية الحادية عشرة والآية الخامسة عشرة توبة المؤمنين المتخاذلين وذلك في الآية الرابعة والعشرين والآية السابعة والعشرين التوبة من عدم التوكل على الله وذلك في الآية السابعة والعشرين توبة المنافقين والمرتدين وذلك في الآية الرابعة والسبعين توبة المترددين وذلك في الآية المائة واثنين توبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وذلك في الآية المائة وسبعة عشر توبة المتخلفين عن الغزو وذلك في الآية المئة وثمانية عشر خامسا كانت سورة التوبة آخر ما نزل كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والتوبة لا تفارق العبد في طريقه إلى الله فهي معه ويحتاجها في أول طريقه وفي أوسط طريقه وفي آخر طريقه إلى الله فسبحان الله التواب الرحيم سادسا قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قدم الله تعالى الأنفس على الأموال هنا لأن الأنفس هي المشتراه وهي أساس العقد والمال تبع لها فإذا ملكت النفس ملكت مالها ابن القيم التفسير القيم بتصرف يسير سابعا قال تعالى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين من تهاون بأمر الله إذا حضر وقته عاقبه الله بعدم التوفيق لمرضاته بعد ذلك ثامنا لماذا لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الصورة الإجابة سأل ابن عباس رضي الله عنهما هذا السؤال لعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه في الصورة التي فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وبراءه من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر باسم الله الرحمن الرحيم رواه الترمذي والنسائي والحاكم مرقات المصابيح سورة يونس السورة مكية عدد آياتها مئة وتسعة آية اسم السورة المباركة يونس مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة يونس لأن قوم يونس عليه السلام هم الأمة الوحيدة التي آمن كل أفرادها بالله تعالى واتبعوا نبيهم فكان هذا من قدر الله فيهم دونا عن بقية الأمم فجاءت التسمية تنويها بهذا الفضل مما جاء في فضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ بالسبع الطوال فهو حبر رواه أحمد وعد بعض السلف سورة يونس أحد السبع الطوال وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس موافقة أول السورة لآخرها أما موافقة هذه السورة لآخرها فذلك يتجلى بأن بدأت السورة بالكلام على الوحي والحكمة الربانية قال تعالى ألف لا أمرى تلك آيات الكتاب الحكيم وختمت أيضا بالحث على اتباع الوحي والحكمة الربانية وذلك في قوله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وذلك لأن رأس الحكمة في اتباع الوحي المنزل من الله المحور الرئيسي للسورة أما المحور الرئيسي للسورة فهو الإيمان بقضاء الله الحكيم وقدره وهو أحد أركان الإيمان بالله تعالى مواضيع السورة المباركة أولا مشاهد الكون وظواهره الموحية للفطرة البشرية بحقيقة الألوهية ثانيا مشاهد الأحداث والتجارب التي يعيشها العباد ويرونها بأعينهم ومع ذلك يغفلون عنها وعن دلالاتها وذلك في الآيات الثانية عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والواحدة والثلاثين ثالثا مشاهد ومصارع الغابرين المكذبين وتوعد من كذب بمثل مصيرهم وذلك في الآيات الثالثة عشرة والرابعة عشرة والحادية والسبعين والرابعة والسبعين والتسعين والحادية والتسعين وبالمجمل فإن هذه السورة المباركة تعالج مشكلة طائفة كبيرة من البشر وتجيبهم على تساؤلات كثيرة وتنفي عنهم التشكيك في الإيمان بالله واليوم الآخر وأسمائه وصفاته سبحانه والثواب والعقاب وذلك عن طريق التفكر في الكون وفي حكمة الله فيه وحسن تدبيره ليصلوا إلى النتيجة وإلى الحقيقة أن الله حكيم لا يعبث وأن كل أفعاله سبحانه وأوامره ونواهيه لم تصدر إلا عن حكمة وهو أحكم الحاكمين لطائف وفوائد حول السورة المباركة أولا قال الله تعالى عن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى عن العسل فيه شفاء للناس فالقرآن شفاء القلوب والعسل شفاء الأبدان ولكن تأمل إخبار الله تعالى عن القرآن أنه نفسه شفاء وعن العسل فيه شفاء وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء ثانيا قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك في الآية تنبيه أن من خالجته شبهة في الدين أن يرجع إلى أهل العلم ثالثا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم رواه مسلم سورة هود السورة مكية عدد آياتها مئة وثلاثة وعشرون آية اسم السورة المباركة سورة هود مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة هود لتكرار اسم نبي الله هود في السورة خمس مرات ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها مما جاء في فضلها قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت رواه الترمذي موافقة أول السورة لآخرها أما موافقة أول السورة لآخرها فذلك يتجلى بأن بدأت السورة بالأمر بعبادة الله وحده ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وختمت أيضا بالأمر بالعبادة ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وذلك لبيان الحكمة من خلق الإنسان وهي عبادة الله تعالى المحور الرئيسي للسورة هو التوازن في العبادة مواضيع السورة المباركة أولا استعراض العقيدة عبر التاريخ من لدى النوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام لتقرير أنها جاءت بحقيقة واحدة وهي لا إله إلا الله فلا يعبد سواه ثانيا عرض مواقف الرسل عليه الصلاة والسلام وكيف تلقوا الإعراض والتكذيب والسخرية والأذى والتهديد باليقين والثبات والصبر ثالثا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته بإخباره قصص الأمم السابقة وتفاصيل كل قصة رابعا الوصية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده في مواجهة التحديات الصعبة والظروف القاسية إذا مرت على الأمة ومن هذه الوصية الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وأيضا عدم الطغيان ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كذلك عدم الركون للظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون كذلك من هذه الوصية الربانية المحافظة على إقامة الصلاة وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كذلك من هذه الوصية الصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا الاستقامة تعالج مشكلة فقدان الأمل لأنها تجعل صاحبها يحسن الظن بالله وتعالج أيضا مشكلة التوقف عن الإصلاح ثانيا عدم الطغيان تعالج مشكلة التهور واللجوء إلى العنف في غير محله ثالثا عدم الركون وهو عدم الاستسلام للعدو وعدم تقليده وعدم الإنبهار بحضارته لألا يفقد المسلم هويته واعتزازه بإسلامه رابعا لما كان الأمر بالتوازن يصعب على النفس البشرية أشار الله عز وجل في الآية الكريمة إلى أهمية الصحبة الصالحة وأن المؤمن قوي بإخوانه وذلك في الآية المائة واثنى عشر خامسا قال الحسن البصري رحمه الله سبحان الذي جعل اعتدال الدين بين لا أين وهي لا تطغوا ولا تركنوا سادسا في معنى قوله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم أو ليس من أهل دينك ولا ولايتك إنه عمل غير صالح تحتمل عدة معاني أولا الولد قد يسمى عملا كما يسمى كسبا كما في الحديث أولادكم من كسبكم أي هذا الولد كسب غير صالح ثانيا أن يكون الضمير في إنه عائد على السؤال أي هذا السؤال يا نوح يعتبر عمل غير صالح لأنك تعلم أن المؤمنين بك فقط هم الذين سينجون ثالثا أن يكون الضمير في إنه عائد على ابن نوح نفسه أي إنه ذو عمل غير صالح سورة يوسف عليه السلام السورة مكية عدد آياتها مئة وإحدى عشر اسم السورة المباركة سورة يوسف مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة يوسف لأنها ذكرت قصة يوسف عليه السلام ولم تذكر غيرها وعرضت تفاصيلها وأطنبت في سردها موافقة أول السورة لآخرها وافق أول السورة آخرها بأن بدأت السورة بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص وختمت بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لتوضيح أن الله لا يقص القصص إلا لفائدة وعبرة وحكمة وأن قصصه هو الحق المحور الرئيسي للسورة هو عاقبة الصبر مواضيع السورة المباركة أولا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته بإظهار تفاصيل قصص السابقين من قبله ثانيا بيان عاقبة الحسد وأنه شر كله ثالثا بيان عاقبة العفة رابعا بيان عاقبة الكذب مثال ذلك إخوة يوسف وامرأة العزيز خامسا فضل تأويل الرؤى وأنها قد يراها الكافر مثال ذلك عزيز مصر والفتيان في السجن سادسا فضل العلم مطلقا لأن يوسف عليه السلام جمع بين علم شريعة يعقوب وشريعة عزيز مصر سابعا خطورة اليأس والقنوط من رحمة الله ثامنا البلاء سنة ماضية تصيب الأنبياء وأتباعهم تاسعا فضل العفو وأنه من شيم الصالحين عاشرا الله غالب على أمره مهما أراد المخلوق أمرا آخر فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا تكرر ذكر الإحسان ومشتقاته في السورة لفظا عدة مرات قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وقال تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وقال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وقال تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين وقال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وتكرر الإحسان معاملة من يوسف عليه السلام عدة مرات أولا دعاء الفتيان في السجن إلى عبادة الله وحده ولم يكتف بتأويل الرؤيا وذلك في الآية السابعة والثلاثين والآية الحادية والأربعين كذلك لم يكتف بتأويل رؤيا عزيز مصر بل زاده بشيء من عنده وذلك في الآية التاسعة والأربعين كذلك لم يعاتب إخوته ولم يؤاخذهم بل سامحهم وعفى عنهم وذلك في الآية الثانية والتسعين للدلالة على أنه من أفضل الأخلاق ويصعد بصاحبه لمراق الإيمان ويسمو بنفسه وروحه ولا يجعل السعادة تفارقه ثانيا ذكر الله أنه مكن ليوسف في الأرض وهو لا زال صغيرا الآية وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكريم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وذلك لتوضيح أن التمكين في قلوب الناس يسبق التمكين في الأرض ثالثا استخدم يوسف عليه السلام ما حباه الله من تأويل الرؤى في الدعوة إلى الله وليس لمكاسب دنيوية رابعا قوة توكل قلبي عقوب عليه السلام لم تمنعه من الأخذ بالأسباب لما خاف على أولاده الحسد فقال لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة خامسا كلما زاد البلاء على يعقوب عليه السلام لما أخبروه بفقد بن يامين زاد حسن ظنه بربه ويقينه بقرب الفرج قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا سادسا قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تأمل لم يصرحن باسمها ولكن أضفنها إلى زوجها لأنهن يردن إشاعة الخبر والنفس إلى سماع أخبار أصحاب المكانة أميل سابعا قال الله تعالى قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا سبحان الله الرجل يحب أن يكون ولده خيرا منه والأخ لا يحب ذلك لأخيه ثامنا قال تعالى وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ لَمْ يَكُلْ سَيِّدَهُمَا بَلْ سَيِّدَهَا لِأْنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مُسْلِمٌ وَالْعَزِيزُ كَافِرُ ولا تكون أبدا السيادة للكافر على المسلم تاسعا طلب العفو من الشباب أسهل منه عند الشيوخ ألم تر إلى يوسف لما طلب منه إخوته أن يعفو عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم ولما طلب من يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي عاشرا قال تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو تأمل أنه لم يذكر إخراجه من الجب لأن في ذكره توبيخا وتقريعا لإخوته فترك ذلك وذكر السجن وهذا من عظيم خلقه عليه السلام سورة الرعد السورة مدنية عدد آياتها 43 آية اسم السورة المباركة الرعد مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة الرعد لذكر الرعد في السورة وقد جمع الله به بين متناقضين أولهما هو يسبب الخوف والرعب للناس من ناحية ومن ناحية أخرى يحمل الخير والمطر لهم ثانيها صوته رهيب من الخارج لكن باطنه يسبح الله تعالى موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بالحديث عن أكثر الناس أنهم لا يؤمنون وختمت أيضا بالحديث عن الكافرين وعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويقول الذين كثروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وذلك للتنبيه على أنهم لا يحملون الحق ولا يؤمنون به مع أنه قوي واضح المحور الرئيسي للصورة قوة الحق مواضيع الصورة المباركة أولا مشاهدة آيات الله الكونية والتفكر فيها للتدليل على ألوهية الرب سبحانه ثانيا التذكير بهلاك الأمم السابقة المكذبة وعاقبتهم السيئة ثالثا فضيلة إعمال العقل وصفات أصحاب العقول وجزاؤهم رابعا بيان سنة الله في أنبيائه ورسله أن جعل لهم أزواجا وأبناء ليكونوا قدوة لمن بعدهم في تحمل المسؤولية خامسا ضرب المثال لبيان قوة الحق وهشاشة الباطل وبالجملة فإن السورة المباركة توضح لنا أن الحق قوي واضح راسخ وإن لم تره أعين الناس ولم تعيه قلوبهم وأن الباطل ضعيف هش مهزوم وإن كان أمام الناس ظاهرا سادسا الباطل قد يأخذ أشكالا متعددة معاص منتشرة أو فجور ومجون أو تاجر كذاب أو ظالم معتد على غيره أو قوي يأخذ حق غيره فجاءت رسالة هذه السورة المباركة ألا ننخدع بظاهر الأشياء بل يجب أن ننظر لباطنها فإن الحق أبلج والباطل لجلج ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا كل الكون يسجد لله إلا العصات والكافرون وذلك في الآية الخامسة عشرة ثانيا ذكر الله يطمئن القلوب كلها حتى قلوب الكافرين وفي عصرنا يلجأ بعضهم لسماع القرآن الكريم لأنه يجد عند سماعه راحة نفسية ثالثا من سنن الله تعالى الثابتة أن المعاصي تزيل النعم فمن أراد أن تدوم عليه النعمة فلا يعص الله بها ولا يتعرض لسخط الله بالذنوب وذلك في الآية الحادية عشرة رابعا ينبغي الاهتمام باللغة العربية وتعلمها والعناية بها لأنها لغة القرآن الكريم وأساس فهمه وذلك في الآية السابعة والثلاثين خامسا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها فيها قولان الأول أنها مرفوعة بغير عمد الثاني أنها مرفوعة بعمد لكن لا نراها والأقرب هو الأول لأن الله تعالى يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سورة إبراهيم السورة مكية عدد آياتها إثنتين وخمسون آية اسم السورة المباركة سورة إبراهيم مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة إبراهيم تخليدا لذكرى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حيث كان أمة وحده في التبليغ وفي التوحيد وفي شكر النعم وقد تضمنت السورة هذا كله موافقة أول السورة بآخرها بدأت السورة بذكر القرآن وأنه أنزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ختمت أيضا بذكر القرآن وأنه بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وذلك تحقيقا للغاية من إنزال الكتب وأنها هداية للناس وبلاغ لهم من ربهم ليوحدوه ويتقوه المحور الرئيسي للسورة وحدة الرسالة التي جاء بها الرسل مواضيع السورة المباركة أولا حقيقة وحدة الرسالات وأنها أتت بالتوحيد وعبادة الله وحده ثانيا بيان وظيفة الرسل وطريقة دعوتهم للناس ثالثا بيان قوة توكل الرسل وقوة يقينهم في الله مما ساعدهم على الصبر على أذى المكذبين رابعا بيان طريقة المكذبين في الاعتراض على الرسل وتهديدهم لهم خامسا بيان ضعف إبليس وأن كيده لا يتعدى الوسوسة سادسا بيان أثر الكلمة الطيبة في النفوس وأثر الكلمة الخبيثة سابعا بيان نعم الله على خلقه وأنه يزيدها بالشكر وأن أعلاها نعمة الإيمان ثامنا بيان نقمة الكفر والظلم وتوعد الله تعالى لأصحابها ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا أهمية الصلاة ظهرت في السورة لما أفصح إبراهيم عليه السلام عن سبب تركه لأهله عند البيت الحرام ولما خصها بالطلب من الله سبحانه أن يكون من مقيميها هو وذريته وذلك في الآية السابعة والثلاثين والآية الأربعين ثانيا لا يغتر الناس بطول مدة الظلم وقد أخبر الله تعالى أنه ليس غافلا عنهم وأن مصيرهم إلى النار وذلك في الآية الثانية والأربعين ثالثا مهما بذل الداعي من أسباب لهداية الناس فلن يهتدوا إلا بإذن الله